إن بعضنا يعيش أعوام ليس ليالٍ أعوام وقد قطع هذا وهجر هذا وتحدث في عرض ذاك وحسد هذا وتعالى على ذاك حتى أن بعضنا قلبه مستودعٌ للأمراض والأدواء فكيف يعيش الإنسان الذي يريد الجنة بهذا القلب الذي لا يستطيع أن يكون راحلةً له تسير به إلى الجنة البعض منا يستطيع أن يصل الليل كله ويصوم النهار كله ويحج كل عام وينفق الآلاف والملايين لكن لا يستطيع أن يتصل الآن على رجل يبغضه فيقول عفى الله عنك أخطأت أنا أم أخطأت أنت اللهم اجعل عفوي عنه يا رب العالمين باباً لعفوك تستطيعين إنه سبب من أسباب الجنة أي دخول الجنة